السلام عليكم وبركاته ويسعد لأبعدكم يا رب اخواني واخواتي معكم اخوكم امرأة من قناة الثقافة الفرنسية بعيون عربية اليوم هاب احكي عن موضوع كتير مهمي اللي هو موضوع السيفي طبعا هذا الفيديو هو ملحق للفيديو السابق الفيديو السابق شرحنا فيه بشكل مختصر كيف ندخل على موقع بيعمل موديلات وشلحت بشكل عام ندوم ما ادخل بالتفاصيل انه السيفي نفسه كيف تعملوا الحساب عند الموقع تربطوا بالايميل تبعكن الاخره اه الفيديو هذا اللي هيقول للناس اللي ما بتعف تعمل سيفي او ضعيفة بالسيفي اه هي بتحب تعتمد على نفسها ما عبد انه 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 تطلب من الناس تعملها سيفي حابة انه هي تساوي سيفي بنفسها انا موجودهم لحتى ساعدهم بهذا الفيديو بتمنى تشوفوا الفيديو الاول الرابط اللي حطوا اسفل اسفل فيديو بالوصف مشان تقدروا اه تفهموا معي تمشوا معي هون ميح وتفهم الوضع تمام هلاقي الله بسم الله الرحمن الرحيم التكن على الربع العالمي اول شي قبل ما بليش لازم تعرفوا للمستوى اه المطلوب انه يعمل سيفي هو لازم يكون اقل شي اي ادو يعني لازم يكون بتعرف شوية فرنسي يعني بتحكي شوية فرنسي بتفهم لو شوية فرنسي بتقرأ لو شوي ضروري انه تكون يعني من مستوى ادو لانه ازم كنت من مستوى اقام من ادو يعني اه اه دك تعمل سيفيلا شو مسلا دك تعمل استاج او دك قدم طلقة الشغل ما حيمشي الحال لانه ابتعرف تحكي فرنسي اللي حيكون صعب عليك اللي اعرف بفرنسي انه ما بيعرف يحكي مثل اللغة من مستوى ادو فوق انه صعب عليه شوية يعني موضوع اللغة لازم تنتبه كتير منيح صعب علي عفو موضوع الشغل او الاستاج اه الشغل التاني لازم يكونوا عاملين لازم يكون معكم او لازم اه يكون عاملين هلا اللي معه ادو هو بشكل اوتوماتيكي عامل اللي هو اللغة اللي هي لحتى تقدروا انه انتو اتعبوا لانه ازا ما معكم اتعبوا لانه ازا ما معكم فرماسيناتو معكم شي شو شو بكم تكتبوا بالسيفي مر منشي الحال هاي شروط اساسية جدا وهلا بنبدأ مع بعض اول شي بندخل عالموقع طبعا انا مسبقا شارح عنه الفيديو الاول اللي الفيديو الاول اللي حابي بيفوت انا عمفوت بسرعة بانه شارح عن هذا كله الفيديو الاول هلا هون شغلة بس ما حطوا لي كونيكسيون متل المرات الماضية لانه هون انا خلاص يعني مسبقا صرت موجود عندهم هلا بحط على هون بلشنا طبعا هلا هون مسبقا انا مسبقا مساوي يعني بس طبعا رح نمشي معه رح نمشي مع بعض خطوة بخطوة لانه نفتحه طبعا انتو لما بفوتوا ما بيكون هيك بيكون هذا كله فاضي بيكونوا هون كانت بيكون تعليماتي لاخره وبتكون ممكن يكون اللغة عربي او انجليزي ممكن على اغلب تكون انجليزي لانه هذا شي بيعتمد على حسب الايميل الايميل اللي طبعا كوني انتو اه حاطينه بقوم بتغير وبتصير باللغة الفرنسية هي شغلة كتير مهمة اول شغلة منشوف فيها الاسم مزبوط او لا ازا مو مزبوط منفوت على موقم تشارح فيها بالفيديو الاول تاني شغلة منشوف حجم العنوان يعني اللي حاطينه ازا شايف انه حجمه مو ناسب روح لهون على هاي اللوحة شوفوا هادا حجم مثلا هادا حجم النص على هاي خطة النص اه اه حطوا هيك لاتو خلو هيك نورمال لاتو نورمال لاتغيرو لانه ما في يعني شفتم كلهم انا هاي طبعا هاي شوفوا رقبوا معي هون شو اللي حيصير بس حرك تكبرت يعني انتو بتزغروا بتكبروا على كيف كون انا برأي خلية كبيرة افضل خلية كبيرة افضل والاسم نفس الشي والاسم كمان نفس الشي موجود هون بتغير شايفين كيف انا بخلي وسط او يلا خلي هيك ما بيسر مهم اه بعد ما بنعمل هاي الخطوة بنشوف الاسم وكزا بنجي على الخطوة اللي بعدها اللي هي 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 المعلومات الشخصية الخاصة فيكن تفوتوا تغطوا عليها تفوتوا هيك فتحوا لكم وفيكن تغطوا على هي العلوان كمان فتحوا لكم نفس الشي على اول شي معلومات عامة شوه الموضوع شو هو المهنة اللي انتم تعملوا هو هو انه انا بدي اعمل مسلا باتيسية هلوانجي بدي اعمل استعجب اه هون محطوط هاي كلمة الوزيبل هلا ازا شلناها انا كاتب بس انا كاتب يعني ايميالي بس انا شلت كلمة الوزيبل عملت مسلا تحديس متخ اجور راحت شوفو شلون كيف راحت مثلا بدي رجعها بعمل الوزيبل متخ اجور رجعت هاي هي الوزيبل هيك بتعمل يعني مرئي اه عامل فيزيبل على الايميال عامل كمان على تاريخ الولادة مكان الولادة انا مالي حط عليها لانه يعني ما بتهم وين اخلقت اوين والدان ما يعني ما بتهم الشخص اللي عميه شوف السيفي هون شهادة السواقه انا معي شهادة انا معي عفوا سيارة او ما عندي سيارة مسلا يلي بتكون ياه او ازا بتكون ما تحطوا عليها كلها هي مو مهمة انه انتو معكن شهادة اولا ايه نحن معنا شهادة شو هي بتحطوا مسلا معي سي واحد انو بدي مسلا هي احيانا بيعليق مسلا احيانا بتعملوا هيك سي واحد وتعملوا هيك مسلا شايفين طلعوا اتنين شو بكن تعملوا بكن طلغوا واحد تحطوا على الاكس معفوان تحطوا على الاكس راه كل بساطة تاني شي المدينة اللي انا ساكن فيها هي لومو العنوان مسلا بتحطوا عنوان بيتكون عنوان الشارع يعني عنوان عنوان كون الموجودة على الكرت الهوية اوين انتو ساكنين مسلا انا بدي حط ابو عمشة هي هيك يعني بس لابضحك مسلا رقم تليفون تحطوا رقم التليفون تبعكم هده هني حاطي الرقم تليفون من عندهم منحط متخ اجور صارت هلأ بعد ما عملنا هاي شوفش لون طلعت المعلومات لومو رقم تليفون انا ما حطيت رقمي طبعا هاي انو مسلا انو ولادة كمان حطيته بشكل عشوائي اه ما في شي صح بالمعلومات اللي اللي حطها هون ما في شي اي صحي غير بس الاسم والايميل الباقي كله ويمكن تكون معلومات صح او معلومات الغلط بنوع ننتقل علي بعده على الكمبيتونس هلا انا لما فتت كان محاطين اول شي هاي الديبلوم كان محاطينه فوق يعني كان اول شي مرتبين اول شي بعدين حاطين تالت وحدة الكمبيتونس انا رتبت ان اول شي بعدين بحط الكمبيتونس بعدين بحط الديبلوم والفرماسيون ضروري انو دائما اه لا تدمجوا مع اه اه في ناس كتير تدمجوا واحدة انا مفضل هاي الطريقة ابدا خلوا الكمبيتونس لا واحدة اوالSabrearl부터 للوحدة افضل يعني طريقة افضل اه المهارات يعني المهارات او الكاباسيتة يعني انو المهارات او انتو شو فينكن اه تعملوا شو فيكن شو تعلمتو مثلا او شو فيكن تعملوا الى ترتيب بتكون كتير تركزو معي في موقع عالبولم بلوا لحط رابط الموقع طبعا تحت الاسفل الفيديو اه بتفتحوا عليه بيطلع لكون لحظة شوي لما تفوتوا عليه بيطلع لكون هيك لما تفتحوا لما تضغطوا على الرابط لح تفوتوا على هيك المهارات اخواني اه معقدة شوي عند لنا يعني عند بعض الشو اسموه عند بعض الضعيفين باللغة الفرنسية يعني مثلا مستوى ادو لسا بيكون ببداية اللغة شوي بيكون صعب عليه شوي المهارات الكمبيتونس مثلا انتو بتحطو هون شو المهنة اللي انتو بتعملوا فيها استاج انو مثلا انا انا جربت عملت تجربة على الباتيسيير وعالفندغو مجازا باقع يعني بالمجازا بس انا حطيت على الباتيسيير وعملت لانسة هون لغو شيرش طلع عندي مسلا كل شي بتعلق بالباتيسيير طلع عندي ثلاثة فيش انا مسلا عن شو عمل انا شو الفرماشون او شو الاستاجي اللي انا هلأ بدي اعمل عليه مسلا انا شيف مسلا الباتيسيير فانا بختار هاي فتنا عليها بنفوت على مباشرة لانو انا بس بدي اخذ من الموقع من هذا الرابط بس بدي اخذ الكمبيتونس الا هون في عنا سافواغ فيغ وفي عنا سافواغ لا احبا اشرح لكم ياها بشكل كتير مختصر لا تفهموا شو يعني سافواغ سافواغ او سافواغ فيغ اه طبعا نحن عم نحكي علمهارات مثلا بس لان سبيل مساد سكرتيرا سكرتيرا لازم تكون تعمل على البرامج هاي لازم تعمل على الورد وازم تعمل على الاكسل لحتى تدى يعني تعمل مثلا جدول الى او وتنظم ثم ثم يعني اه مثلا ازا كان سكرتيرا مثلا ممرضة وعم تعمل جداول موعد لدكتور مسلا. عم تسجل اسمها وكذا فلازم يكون بتاع تشتغل على الاكسل والوورد. عرفتش لول اللي بيعملوا برامل اللي بيعملوا جداوي. اه هي السكرتيرا بالمهارات تبع السكرتيرا انه هي بتعرف هون بهذا الحقل انه هي بتعرف تعمل انه هي بتاع تشتغل على الاكسل والوورد يلي بنقول له انه انه برامج مكتبية. برامج اوفيس. هاي اسمها بس هو شو السكرتيرا بتعرف تعمل جداول على اكسل والوورد يعني الي السافواخ فيغ اعمق من السافواخ مثلك انو عم تحكي مسلا رؤوس عقلاء مهارة بشكل عام يعني انه هي بتعرف gonna عمل انه هي بتعرف انا بافهم مسلا بالبرامج الاوفيس حلو طيب شو بتاعك بالبرامج الاوفيس والله بعرف مثلا اه اه بعرف اعمل جداول بعرف اعمل مسلا دروس عالباوربوينت نحن شو بنعمل بناخد الشي اللي بدنا يا يفضل يكون بناخد الشي اللي انتو بتاعفو تعملوه بالمهارة اللي انتو جربتوه اشتغلتو فيه عنكن فكرة عنو وبنحطو نفتح هون مسلا وبننسخ هون بنلسخ هون عفوا شو يعني يعني مسلا هاي بعمل له هيك بعمل له نسخ وبفتح هيك على جنب بورد وعمل له لصق وفي عنكن طريقة تانية يلي هي انو بنعمل هيك بنجي لهون بنفتح على نوفو بنعمل على ومنفتحها ومنفوت عليها ومنعمل لصق نزلت هون اللي ما عنده يعني اللي ما عنده برامج انتو بتشوفوا شو الطريقة اللي انتو حابين تعملوها بتعملوها وفي اسلوب تالت اللي هو انو انتو مباشرة تاخدو المهارة هون تنسخوها رجعنا لهون وتلسقوها هون كمان بمشي الحال المهم بنرجع هلا الكمبيتونس هلا اول شي وجدتكم كيف بتغيروه والاماكن الشغل التاني لازم تعرفوها مسلا انو نضغط على هاي هاي الكمبيتونس هلا انا نسخت وحدة مسلا انا بدي بلش بهاي انا مسبقا ناخدهم يعني عملت له نسخ شايفين كيف جيت لهون عملت له لصق نزلت مسلا ادي شاطت بهاي المهارة هاي انو انا بعرف مسلا اطبخ حلويات وكزا عرفتوا شلون ادي مسلا انا بحس حالي انو عندي خبرة وفكرة فيها بحط طبعي يعني الليبل او النيبو وبعمل اه متر اجوغ تحديث نزلت بنروح عليه بعده كمان بنضغط على هاي بنفوت على اه 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 افتنا على باوربوينت ايه بنفوت على هاي وباخد هلا انا حاطت اذول انتين سوا لانو هاي هي التفصيل انا بشكل عام بعرف احسب الكميات وبشكل خاص انو انا بعرف اختار يعني بحل معنى هاد او زين الوصفات اللي هي مثلا مثل انو يعني عساس حاطت مثال انو مفصل فيها انو حاطت طحين اه 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 بكم بودار الهوغة الى اخره عرفتوا شلون اخواني اديش انا شاطر بالموضوع اديش شاطر بالحسابات وكذا بحط فيه ناس ضعيفة فيه ناس قوية بتحطو بتعملو مدخل اجوغ فيه قول انو انتو تحطوهم كل واحدة الى حال بصير بس اه صدقوني شوفو يعني عن ناس بتشتغل بالبولم بالواو وهي اللي بتدرس السيبيات قالوا لي يعني علموني هذا الاسلوب انو تحطوا اه اتنين مرتبطين ببعض فوق بعض بحيس انو تحطوا اللي هي العنوان الرئيسي فوق بيكون هيك بالغامة وتحطوا التفصيلي بتحطو تحتو يعني عن نفس الوقت لما وجدتكن انو كيف حطيته بالتفاصيل هون حطيته هون بالتفاصيل شوفو شلو نطلع شايفين كيف بهذا الشكل طلع واحد غامق واحد فاتع هاي اه قالوا للناس اللي هي بتدرس السيبيات وتقبل او بترفض قالوا لانو هي كتير مهمة بالنسبة لهم بميزوا بين الشخصي اللي بيعمل بهالطريقة هاي وبين الشخصي اللي بس هيك بنصخ لصق وبيحطوا له كم مهارة كم مهارة يعني بيحسوا انو هو معنات عرفان حالو شو بده عرفان حالو شو عم يعمل هلا مسلا ننتقل علي بعدها او اذا بدكم مسلا نحط مهارة تالتة لان انا حملت تلت مهارات هون ما في حقل شوفوا كيف ما في شو بدي يعمل بيجي له هون ليك هاي اول واحدة بنضعط عليها فتحوا لي مهارة فتحوا لي حقل مسلا انا بدي نزل هاي عملت له لصق انا شفت شغلة تانية بتشبهها هلأ هاي عنوان رئيسي انو انا بيحترم القوانين تبع النظافة والامن الغذائي شو انو شو الاحترام شلون بيحترم القوانين الامن الغذائي انو انا كمان بنظف المعدات هاي اللي علاقة بالنظافة بحطها تحت بالتفاصيل وبعمل لها متخ اجور وفينكن تعاملوها لحالها بتصير يعني بتصير مسلا كله هيك مثل هيك من فوق من دون هاي الجملة التحت ما بيأثر انتو بتلعبوا فيها مشل ما بتكون بس انا بفضل ان تكون هيك هلا بنروح على الاكس بغيانز بخوفيسيونيل لحشرح وحدة والباقي متل بعض مسلا الاكس بغيانز بخوفيسيونيل في شغلة في تواريخ يعني خبرة العمل او الخبرة انو انتو اشتغلتو مسبقا اه بتبلشوا باخر شي عملتو اخر شي اشتغلتو يعني مسلا احنا الفين وعشرين ازا اشتغلتو بالالفين وعشرين ووقفتو الشغل او الهلا عمشتغلو بتحطو بنحط على الاول الوحدة هلا انا مسلا مسال هذا ها مضروا يكون صح بالفين وثمان اتمانطعاش اه بدأت عملي مسلا كشيف حلويات عسبيل انا هيك عم بطي يعني عم شو اسمو عم بعطيكم مسال حطيت شف حلويات هون في مساعد ملاقي بتحطوا بتختاروا اللي بتكون يا يعني اه شو اسمو مساعد بالقصص هاي انا مسلا اخترت هاي وحطيتها هون فيكن تكتبوا اللي بتكون يا انا لانا لهلا عمشتغل انا ما وقفت شغل بعمل هاي بدضغط على هاي جوسكا وجودوي انو انو انا لهلا عمشتغل او ازا انا مسلا بلاشتب الفين اتمنطعاش وخلص بالالفين وعشرين مثلا ووقت الحزر ووقفت شغلي وخالص ووقفوا لي يعني ما عادت نجع على شغلي بحط انو مسلا هون يا والله انو ماكس ماكس مسلا دوميلفا بحط بس انا لهلا عمشتغل مثلا بعدني شغال فبحط على هاي ولو ما حطيتوا عليها ما بيقسي المهم انه ما تتحطوا تعينوا هون تحطوا على هاي تبعدات دفا هاي ضروري مس انا لاحط عليه هيك شان نمشي صح هطيت هون انه شو هو الشغل اللي انا اشتغلته شو اسم الشركة اللي انا اشتغل فيه هو مطعم نوعه مطعم هو اسمه مسلا ابو كالبشا طبعا انا هيك حاطت من عندي من مخي وين المكان لومو فرانس انا مسلا ساكملين لومو حطيته التفاصيل اكيد لهم لازم تحضروا التفاصيل شو بتعفو انتو تشتغلوا مسلا شو عم كنتو عم تشتغلوا او شو عم اشتغلتو او شو لهلاء عم تشتغلوا بالمطعم انا شو اشتغلت مسلا بالمطعم اول شي مسلا انه انا مسلا بطبخ حلويات وبحضر اه وجبات مسلا وكمان اه بساعة يعني بشتغل بالصالة بنزل للعالم كذا بشرح له مسلا هيشو هيشو كذا بتصير موجودة احنا بالفرنسا هلا هون حطينا متر اجور نزلت مسلا تاني شي مسلا انا بسوريا اشتغلت ممرض هيقول معلومة يعني هي معلومة صحية انا درس التمرض بسوريا حطيت معلومات وعملت متر اجور شوفوا اقدمها 2014 اه كل شي اشتغلتو او كل شي عملتو بتنزلو بتنزلو هون بتنزلو تحت ما بتحطوا ما بتحطوا مسلا هاي شوفوا فيني غيرها ما بتحط اول شي لانو انا والله اشتغلت ممرض بعدين لما اجيت ع فرنسا اشتغلت بالطبخ لا لازم تحطوا اخر شي اشتغلتو فوق والاقدام تحت بنتقل على البعدة اللي هو والفورماسيون شو عملتو فورماسيونات شو اخر فورماسيون ساويتو شوفوا انا حاطت البكالوريا اول شي خلط شو اخر شي اشتغلتو فورماسيون عملتو في 2017 sexualه اللغة فرنسية ما عملت مثلا بعدو هذا مثال يعني مثالها واه ايكل انا بشهر فيفغية بلشت بل 2017 لحتى ديسمبر den 17 The Summer انا عملت مثلا مستوى واحد وحتى اتنين ديلف وبعدين عملت نيفو بالجامعة ب means of Be ve ve 2 واحى بي تنين حط الا بيت 2 انا عملتو في مكان kings مثلا وحد خاص استخدامcy اه حاولوا تختصروا بموضوع اللغة اه بالموضوع المعلومات شو يعني يعني المعلومات والديبلومات بس لانا درست لغة اه تعرفوا انت اللي بيدرس لغة مسلا بيدرس كزا فورمسيون ازا بنا عقل يحط انه كل فورمسيون تاريخ لحال وشهر لحال بتصيبتنا صفحة تانية هون تحت وهدى الشي ما بصي لانا لازم يساعد ما يكون اكتب من صفحة يفضل انه ما يكون اكتب من صفحة فانا شوفوا شو عملت اختصرت على لهم 2017 نفس السنة عملت هدون كلهم بس كل واحدة منهم بجي شهر او شهرين فانا ليش لا حتى احط اه والله 2017 شهر الاول عملت الا واحد 2017 شهر ثلاثين عملت الا ادلين لا وبحطهم كلهم مع بعض وبحط لا شوفوا شون حاطة الاغافي وانو كل واحدة هي مكان بارني كل واحدة واحدة بمركز المدينة والتاني باخر المدينة شافين كيف هيك انا بس عم اعلمكم النقطة مشان تختصروا وين المكان مسلا بلومو حبتنا متخاجر هلأ بنروح على انفروماتيك لانفروماتيك يعني انه انتو مسلا شو بتعفوه ببرامج وكزا فين يحط انه انا بعرف بالهون بوورد باوربوينت اكسيل فين يعرف اشتغل مسلا بالفوتوشوب بتحطو البيتكونيا هون فين يعرف اشتغل بالبونتاج البيتكونيا انا ما راح حط لانه انا مسلا مهنتي انا مسلا مهنتي حلوة نجي وانا ما بدي انا بشتغل بالمطبخ ما بشتغل على الكمبيتر ما بيأسم نضغط على هاي وانا مسحها بنعملها اوكي مسحت راحت شوفوه بكل بساطة لا تتقيدوا والله شو لازم موجود لازم عبيلها بنجي لللغة مسلا انا اسباني ما بحكي عزفتها راحت انا انجليزي بحكي بس لا ما بحكي هيك بحكي شوي انجليزي فوت بنعمل انجليز انا بحكي شوي هاي شوي هم بعملها متخاجر نزلت ازا بتكون تضيفو حقل بتكون تنزلوها من فوق مسلا هاي فرانسي شوفو يا بتطلع لحالة يعني قديش بحكي فرانسي يعني ماشي الحال مو مية من مية بس ماشي حالي شوفو انتو هيك بتكون تعملو ازا عنكم بلاحظة عاللغة في ناس مسلا تعرف تقرأ في ناس بتعرف مسلا في ناس بتعرف اه اه هذا شايفين حطوا كلمة اغال وهكذا يعني انتو شو بشو شعطرين مسلا بتحطو انا مسلا او غاي مسلا بعرف باللفز كزا الى اخره هيا المهم نتالع اللي بعد هاي انا بصراحة بنسحها لانه هاي بحكيها باللات او بحكيها لما بروحها مقابلة العمل بشرح فيها لهيك ما بحطها بالسيفي هاي عم يشرحوا انه انتو كنت حطوا شو هنالصفات تبعك انه انا مسلا مسلا ازا كنت اه بالحلويات شو لازم كون لازم كون نظيف لازم كون اه دقيق لازم كون صبور بشغلي لازم كون اه لازم كون متيقظ ليش متيقف شعب ما احلى القاتل لازم كزا لازم كون انتبه يعني مزبوط ركز بشغلي الاخير هي بتحطو كزا واحدة انا بدي شي لام عمل لحزف وشلت لان ما بتهمني نسي شي ما بيهمني شو بدون فيني اذا رحت على سنجافورة ولا رحت على جبال سنسا كريتيا ما لان على قبل اصاص هاي هنا الا ازا كنت ديشتغل مسلا ديعمل استاج او ديعمل ديشتغل مكتب اه سياحة ساعتها هي حكي تاني فين كون تحطو مسلا اه هي عريع ضغط شو بتحبو تعملو هواية طيب ماشي لح خليها تفوت لهو مسلا انا مسلا بحط نتاسيون سباحة بعمل متخ اجوغ مسلا واحدة تانية بدك تحط واحدة تانية حط ما بدك حط الغاء فيك تحط انه انت هوايتك القراءة الكتابة الشعر الرسم شو ما بدك مسلا انا كمان بحب الكوب الخيل حطيت اكيتاسيون نزلت هلا هون ما بدي حط مسلا جيله على قبل الانترنت والاصاص هاي لانه انا مسبقا حاطت ايميلي هون وبيكفي لهيك مساحتها هلا هيك انا بحنا بكون خلصنا باقي عنا بشغلتين هي الصورة والموديل الصورة على كفالتي عم لكم حطوا صورة واعكم تعملوا سي في مندون صورة على كفالتي trap مسؤوليتي انا اه السبب ليش لانه انا اه في ناس رييني اه خبرتني بعرف شخص بجتغل بالبولن بالوا كان يشتغل عفوا بالبولن بالوا وقف شغل وغير شغل هلا بغير الشركة تانية اه هذا الشخص اكد لي انه لما كانوا يدريسوا السيفايات لما كانوا يدرسوا Watch original class rollout. يحطوا المسانة في طبع السيفي انه هدا بيفضلوا على غيره. يحطوا بالمقدمة. عرفتوا شلون? اه الصورة كتير مهمة. لو تاقطوا الصورة بتفوتوا على هاي. وبعدين بتحطوا بتضعتوا على هاي شوية زيغة الفوتو. وبحطوا ما تخعجوا. بتختاروا الصورة من الموبايل او الكمبيوتر بتحطوا على ما تخعجوا. التحديث. عرفتوا كيف? وفيكن تكبروها للصورة هيك. وتزغروها اللي بتكون يا. بس انا ما بدي كبرها كتير لكو ازا كبرتوها. يمكن تخافوا وصيبتكن صفحة تانية. انتم ديروا بعدكم بس تكبروا شوفو الصفحة التانية. طبعا اه اه الصورة كتير مهمة. ملاحظة هامة جدا. الصورة لازم تكون بخوفيسيونيل. الصورة لازم تكون مو هيك والله انا متصور بالحديقة او عشبت البحر وما بعرف شو مبين طرف الهدا. اه شو اسمه? الفواشي. ما بمش الحال. لازم الصورة تكون مهنية يعني لازم متل رايح مسلا تصور مش عان يعمل مسلا اه يطلع اقامة او يطلع اه او يطلع مسلا جواء السفر الاخرية نفس الشي. لازم تتقيدوا بهذا الموضوع. هنه بيكونوا بالالات طبع التصوير ازا بكن تصوروا فيه او تروحوا لعن شخص بيقولوا انا بدي صورة للسيفي بيكونوا محاطين خيار طبعا ان السيفي بيجي علي اه بتجي بخوفيسيونيل الصورة. اخر شغلة الموديل. بعد ما منخلص انا افضل انه بعد ما منخلص نضغط على كلمة موديل. بنختار مسلا انا بدي اخد هاد. كبست عليه. نزل. بشوف عجبني ما عجبني فيك تغيرو هون الالوان. هادا اللون البرداني ليكو هون. فيكن تشيلو وتطو اي غير. بس شوفوا في نقطة شوفوا هي كيف. كيف نزلت. عرفتو كيف? اما شوفوا بينما هاد ازا رجعنا لورا شوفوا كيف نزلت. هيك افضل اخواني افقي. بنعمل مسلا منلاقي موديل تاني. زبط لي الخط الكتابة. هادا اشوفوا مسلا كيف اجا افقي. هادا موديل حلو. وهون اسود. كتير هيك عجبني. ما بكون زهري. ازا الشباب بتتحسس من هاللون. بتقول انا شاب بوين شو بدي حط زهري هاي شغل البنات وما بعرف شو. اه عادي فيك بغيرو من هون. ما صار شي. حطوا اللون يلي بدك يا. عادي. بالنسبة لهي هيك ما بمشي حالا هي الخط الكتابة هيك ما بيقبلوها. لازم تحطوا. تغيروا. خط الكتابة. هي. حطوا مسلا لاتو. نورمال. تغيرت. شايفين كيف? هيك بكون خلصت. بالنسبة اه ايشو اسمه? هادا. اللون. فيكن هون تغيروها. هلا هيك بكون خلصت. ازا ما حبيت وما عجبكن هادا الشكل تعملوا خطوة لورا. برجعوكن. بضلوا عم ترجعوا. بضلوا عم تضعطوا عليها لي رجعوكن عالصفور رجعون عالصفور. اه بعدين بتعملوا تلي شغل هاي مهمة صحيح. حطوا على تلي شغل جي. في عندي عم قلت انه لازم حط رقم تليفون. شوفوا لما حط على تلي شغل جي. شوفوا هي. ازا في شي هيك عم يرقص. معتها انه انا بنقص معلومات. فشو بعمل انا? بفوت على المعلومة وبحط على هون مسلا تعطي من رقم تليفون. طيب معشي. شوفها ستة صفرين اتنينتين اربعتين خمستين. اللي حاب يحكي معي ما عندي مشكلة. ما تخرجوا. هلا بعمل تلي شغل جي نزل. بعد ما حطيت رقم تليفوني. طبعا. نضغط عليها. صار هذا هو. شايفين كيف? كتير 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 سهل وحلو. طبعا فيكنت بعضو الاسطر فيكنت بعضوها عن بعض موجودة بالخيارات يعني فيكنت بعضو الاسطر شوي لتحت هاي بصية مسلا اللي هون. آآ بعدين بتنزلوها بهاي. خالص. عارفتوا شلون اخواني. بنطلع هلا هيك. تفوتوا على هذا. حجم النص. فيكنت كبروا شوي النص هيك. شوفوا كيف كبرت الكلمات وصار تحت. ازا كان خط واضح وكبير ليش لا. خلو. فيكن هون هون بتغيروا فيها اللي بتكون يا. هون فيكن تغيروا كل شي بتكون يا موجود هون. آآ بتوانا تكون مستفدتوا بتمنى انو تشاركوا آآ الفيديو تشاركوا رابط الفيديو آآ هيك هدفي يعني نيتي يعني الحمد لله نيتي نية بس انو كرمال ان يساعد العالم صدقة جارية وازا انتو حابين تشاركوا معي وتساعدوني بهذا الشي وتاخدوا صدقة جارية لان العالم صدقة جارية انشروا آآ رابط الفيديو ورابط قناتي ووزعوه بين بعض لانو رح نزل كتير شغلات المستقبل كتير كتير لح تكون مهمة بتمنى لكم من كل قلبي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته